أوصت لجنة الشؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية خلال اجتماعها اليوم بالموافقة على تعديل بعض مواد قانون الهيئة التعليمية بشأن منح بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين العاملين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقال مقرر اللجنة النائب حمود الحمدان في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة عقب الاجتماع أن اللجنة سترفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الأمة ليدرج على جدول الأعمال لمناقشته والتصويت عليه ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضا الاختراح بقانون في شأن قانون تنظيم الجامعات والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية